اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي لا تريد ان تكون بارزة ولكنها بحاجة الى تغيير في حياتها هي الابراج الاقصر حظا لعام 2021 لان الكواكب الى جانبها وبالتالي فان العام الجديد سيكون مبارك على الجميع الى انه له ابراج مفضلة اقصرها حظا في عام 2021 هم اربع ابراج هي الحمل والاسد والعزراء والجدزي الاربع ابراج دول هيكونوا محظوظين في الاتنين في الحب وفي الشغل بالنسبة لبرج الحمل هيبقى بداية الحظ عنده في شهر تمانية او بداية الصيف لغاية تمانية بالذات هيتمتعوا بفرص ان هم ممكن يلتقوا بشركاء عاطفيين مناسبين لعلاقة طويلة الامد وبالنسبة للمرتبطين هيخلوا العلاقة رسمية ولو انتم متجاوزين هيعيدوا اكتشاف الشغف المنسي منذ فترة بالنسبة للمهنيا وماليا ان شاء الله قدامك اشهر ناجحة تصرف بشجاعة كبيرة خصوصا لو انت عندك فكرة كويسة ان شاء الله لو انت اتبعتها وعملتها هتجيب لك سمار وهتجيب لك فلوس كويسة جدا جدا اما بالنسبة للاسد فهي فترة ممتازة للتقدم المهني خصوصا في الصيف برضو البرج اللي بيميزه هو كوكب المشترة هيكون معاه في الموضوع ده او في الفترة دي خصوصا في بداية الصيف لغاية شهر 9 على الاقل وهيبقى فيه برضو فرص متوفرة ان هو يقابل حب حياته وهيبدأ الاسد المتجوز او اللي هما موجودين في علاقة اصلا ان هما يفكروا في الانجاب من الناحية المهنية من المهم ان انت هستحصل ان شاء الله على ترقية او هتطبق فكرة شغل تجاري بنفسك تحت اسمك خلال عام باكمله ومش بس في الصيف وعلى برج العزراء اعطاء المسيرة المهنية الاولوية القصوى اما في الحب هيبدأ الحظ في الابتسام للعزراء خاصة من شهر 8 وهيكون الازواج هما الاكثر حظا بتعبير ادق هيبدأ الشركة في تنفيذ الخطط اللي هما قالوا استحال انها تحصل او كانت الزمن ما كانش مساعدهم ان هما يعملوها هيبدأوا ان شاء الله في 2021 ان هما يخططوا وينفزوها من حيث المهنة هيحصد برج العزراء سمار عملهم من اشهر الصيف ان شاء الله في الشتاء اما عن برج الجدي هنقدر نقول حب صاخب لصيف واحد هيتمتع برج الجدي بصيف هادي من ناحية الحب في حالة وجود علاقة اصلا ومع كده في ان علاقات الحب اللي هتبدأ خلال شهر الصيف هتكون صاخبة فيها اختبارات وفيها تجارب وفيها حاجات كتير جدا لاما تثبت وتقوى لاما هيحصل فيها انفصال ده لو انت لسه هتبتدي لكن اللي هما على علاقة بالفعل ما يقلقوش هيبقى صيف هادي بالنسبة لهم من غير اي مشاكل اما بالنسبة للشغل هيبقى الجدي مشغول جدا جدا خلال الصيف برغم ان مشهور يعني الصيف ان هو اشهر الاجازة والراحة لكن هيبقى فيها لاما دراسة لاما فيه شغل كتير اما عن الابراج المحظوظة ماديا فقط خلال العام المقبل برضو الحمل هيبدأ في الشغل من بداية السنة من خلال ان هو يخش في مشروع واسع هيضمنه الاستقرار المالي للاشهر اللي جاي والاستثمار في عمل شخصي انت كنت مأجله وكان نفسك فيه بس مش لاقي للفرصة ان شاء الله السنة الجادة تبتدي تعمله في النهاية كل الخيارات اللي انت قمت بيها هتثبت وهتقول لك وهتثبت لك انها فعلا كانت خيارات صحيحة وقراراتك كانت صحة فانت ما تقلقش في اتخاذ القرارات خصوصا المالية خلال عام 2021 من ضمن برضو الابراج المحظوظة في الماديات استور انت اقتر ثقة من اي وقت مضى في قوتك عشان كده لازم ان تنطلق للعمل اللي انت كنت بتحلم بالفترة طويلة وخايف انك تعمله حتى لو كانت البداية في الاول صعبة فالنهاية ان شاء الله هتكون محظوظ وتنجح وهتبدأ الامور في الاستقرار وتبقى مريحة خاصة لان فيه ناس هيساعدوك وهيكونوا معاك وهيقدروا ببادرتك دي وهيستثمروا معاك من ضمن الابراج المحظوظة ماديا ايضا الاسد هتستمتع بعام رضا مادي بسبب تفكيرك واحساسك الكبير بصرف النظر عن الاستثمارات اللي هتحقق فوايد اسرع مما كنت تتوقع كمان هيجي لك مبلغ كبير جدا من المال اعتبرته بالفعل ان هو ان انت خسرته ومش هيجي لك لكن هيجي لك ما تقلقش لان الكواكب بين كده انها في صفك ومن ضمن الابراج المحظوظة ماديا ايضا برج العزرق على الرغم ان بداية السنة مش يعني مش باين انها كويسة بالنسبة لك لكن ما تقلقش خلال الجزء التاني من 2021 هتبقى قادر على التقدم عن طريق ان انت هتشارك في مشروع يحقق لك ارباح كويسة جدا وهيكون قريبك واصدقائك جنبك وهيساعدوك وهتستمر الامور في مصارها التصاعدي اما بالنسبة للحوت هو اخر الابراج حظا من الناحية المادية في عام 2021 وان شاء الله هيكون عام غزير بالانتاج من الناحية المالية وهتحقق الاستثمارات اللي انت قمت بيها خلال الاشهر اللي فاتت والسنة اللي فاتت او السنة اللي احنا فيها هتبتدي تشوف نتائجها في اول شهور من عام 2021 على وعلى ذلك من المحتمل ان انت يجيلك مبلغ كبير من المال خلال الجزء التاني من عام 2021 لذلك يجب الاستعداد لفترة مثالية ووضع خطط استثمارية كويسة ازاي تقدر تستغلي بيها الفلوس اللي هتجيلك سنة 2021 بيكون انتهينا من الابراج المحزوزة ان شاء الله خلال عام 2021 في الحب والمال والابراج المحزوزة بس في الماديات اه طبعا قبل ما ننهي الفيديو طبعا زي كل مرة حاب اقول يا جماعة دي مجرد توقعات ودراسات في علم الفلك مش لازم ان تكون حقيقية وهتحصل مية في المية ممكن تحصل وممكن ما تحصلش لانها توقع زائد ان دي مش تنبؤ لان طبعا التنبؤات دي حرام وان ما فيش حد يعرف الغيب غير ربنا سبحانه وتعالى دي مجرد توقعات وخدوا الموضوع على مجرد التسليه والترفيه ودي دراسة واكتهاد من ناحياتنا شكرا على وجودكم معانا خلال الفيديو اتمنى يكون عجبكم واستنونا في فيديوهات اكتر واكتر عن التوقعات وعن الابراج وخصوصا الناس اللي بتحب مشال حيك وليلة عبداللطيف استنوا ان شاء الله هننزل توقعاتهم اول باول على القناة فعشان كده اشتركوا وتابعونا مش هتخسروا شكرا اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار